السلام عليكم معكم خولة فان مرحبا بكم في الدرس الثاني من دورة تعلم بلندر وتصميم ثلاث الأبعاد للمبتدئين باختصار في هذا الدرس سنتعلم النمذجة وسأشرح لكم كل ما يهمك معرفته كمبتدئ في مجال 3D في النمذجة تعتبر النمذجة أو المودلينج من الأساسيات التي يجب عليك أن تتعلمها وتتقنها في التصميم ثلاث الأبعاد سنبدأ بالتطبيق مباشرة وأنصحك أن تتطبق معي في نفس الوقت حتى تتعلمها بشكل جيد وصحيح وسريع لدخول لوضع النمذجة تذهب إلى المودلينج هنا أو تضغط بطاب من الكيبورد أنا سأذهب هنا وأصحك أن تفعل هذا أيضا كمبتدئ حتى لا تختلط عليك الأمور في هذه الواجهة الذي استعملها فقط لإضافة الأشكال وتحريكها نذهب إلى المودلينج أختار وضع التحريك أولا وسنضبق على المكعب مباشرة كل شكل هندسي في بلندر لديه لديه نقاط وخطوط وأوجه يمكنك التغيير بينها من هنا المكعب نقاطه هي في الرؤوس الخطوط والخطوط هي في الحاواث والأوجه هي ستة كما نعرف هذه مثلا النقاط يمكنك تحريك كل هذه على حدام أريد تحريك النقطة أصعدها إلى الأعلى من هنا كمثلا أريد تحريك الخط أحدد من هنا أولا الخط ثم ألغط على الخط حتى يتحول إلى اللون الأبيض وأصحب في الاتجاه الذي أريده والأوجه كذلك تحدد الوجه جرب جرب حتى تفهم كيف تعمل هذه الخطوط والأوجه والنقاط نتحدث مباشرة الآن عن خاصية وهي الاستخراج تحدد النقطة أو الخط أو الوجه هو تستخرج وهو ليس نفسه التحريك لأن التحريك يحرك الشكل نفسه لكن الاستخراج يقوم بترك شل الشكل الأساسي في مكانه يستخرج الوجه أو النقطة أو الخط مثلا أريد استخراج الخط أضغط هنا أولا استخرج اختصار الاستخراج في بلندر هو الأو أضفت لكم اختصار أن ترون كلما أضغط عليه في لوحة المفاتيح أو الموز هنا نستطيع أخبركم عندما أضغط اختصار الاستخراج من الكيبورد عندما أضغط على أضغط على أضغط على ز إلى الأعلى يستخرج إلى الأعلى مثلا أضغط على أ أضغط على إغريك أو الواي بالذب الإنجليزي يستخرج في هذا الاتجاه والاستخراج مهم جدا في بلندر يسمح لك بعمل كثير من تحتاجه كثيرا في مشاريعك هناك خاصيتين أخرين مهمتين وهما هذه الخاصية وهي الأعرف ما هي بالعربية تحديدا لكن هذا الوجه تقوم بتصغيره مثلا الآن هنا تقوم بالاستخراج عند الضغط على استخرج وجه أصغر من الوجه الأصلي الآن سنتجرب هذه الخاصية كما ترى تصنع لك هذا التأثير لا أعرف ما اسمه متحديدا بالعربية لكن في استخرج والوجه الصغير مهم يجب أن تعرف كيف يبدو وليس كيف يستمع المهمة هذة ثلاث خصائص مهمة جدا وتوجد خاصية أخرى أيضا مهمة لقد رئيما وهي اللوب كاتس وهي تقسيم بالخطوط أريد تقسيم هذا الشكل لعدة أوجه ونقاط وخطوط أقسمها كذا عندما ترون الخطوط أصبحت كثيرة الأوجه كثيرة يمكنك التحكم في كل وجه على حتة كما ترون الخطوط أيضا كثيرة تشدو الإشارة على أنه يمكنك التحكم في أكثر من وجه في نفس الوقت عندما تضغط مثلا أريد استخراج هذا الوجه وهذا الوجه فأضغط على shift وأحدد هذا الوجه أيضا فأنزع يدي مع shift وأضغط على O وأضغط على O وأستخرجه معهم معاً سماثلين يمكنك التصرف كما شئث وأردت في هذا الفغاء ويمكنك فقط الضغط على جوز الذي تريد تغييره أو تغييره بشكل الذي تريد أنزع حرف الإبتاع يمكنك أيضا حذف مثلا أريد حذف هذا الوجه أضغط على delete من الكيبورد كما ترون اختصارة موبحة هنا أخطار face الشكل أصبح نعود إلى الوضع العادي الشكل أصبح محظوظ من هنا أحذف له وجه أريد تحذف عدة وجوه محددها فقط delete face ولكنك أيضا نحذف نقاط وخطوط سنتحدث عنها ربما لاحقاً المهم هذا حذفت هذا الوجه حذفت هذا الوجه وأريد ملء هذا الفراغ أحدد الخطوط أحدد هذا الخط ثم أضغط على shift أحدد هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط كل حدود المكان الذي أريد ملءه أضغط على F ف يعود وجه آخر كما يكون مثلا أريد ملء هذا الفراغ يعني من هنا إلى هنا أحدد فقط كما أخطفتكم الخطوط التي تحيط بالفراغ وقفت على F يملأ نحن تحديد الخطوط من هنا المهم هذا ما ستحتاج معرفته في هذه النقطة وحتى تفهم الإختصارات ستذكرها ماذا تعمل حرف F يعني بالإنجليزية ملء حتى تتذكر الإختصارات shift A بالإضافة معناها عد أي إضافة تذكر فقط ماذا تعني ستتذكرها أو بالممارسة ستكون الأمر صعب عليك الإختصارات كثيرة وسنتطلق لها تدريجيا ولا ستطلقنا إليها في الدرس الأول هي فقط التي تحتاجها في ذلك الدرس وهو الإختصارات كثيرة وحتى لا تنساها سنتطلق لكل درس عن الإختصارات التي ستحتاجها في ذلك الدرس بسم الله الآن ستقوم بإنشاء أول مشروع حقيقي لك في 3D إن سنقوم بإنشاء كرسي حسناً باستعمال الممذجة طبق معي الكرسي مثلاً أقول ماذا يتكلم الكرسي عندما صارى كرسي أمامك تقوم ما هو الشكل الهندسي الذي يمكنه نقصه واستخراجه وتغيير الكثير من الأشياء فيه إذن ما هو الشكل الهندسي الذي سيساعدنا في إنشاء كرسي؟ هل هو الدائرة؟ كيف مثل نحول هذه إلى كرسي؟ نذهب إلى وضع المودلينج نقاطها وخطوطها لا تسمح أبداً بتكوين الكرسي كمثلاً لكل شكل نمذجة مختلفة عن الآخر حتى يعني تفهموا الموضوع سنتلترق للمذجة هذا الشكل لاحقاً نبدأ أولاً مثلاً الكرسي يمكن أن نكونه من مكعب عندما ترون سنحول هذا إلى ظهر نستخرج من هنا القدمين نذهب إلى وضع النمذجة أريد حذف أو حذف فقط أريد تحويل هذا المكعب إلى الظهر هذا ظهر الكرسي سأقسمه من هنا أريد استخراج خط أو مكعب آخر من هنا حتى أكون المكان الذي تجلسه كالكرسي أقسم هكذا وقبل أن تضغط على أي شيء تذهب إلى خيار التحريك وتحرك هذا الخط إلى الأسفل وهو محدد قبل أن تضغط على شيء لأنه إذا أزلت تحديد وحركت هذا الخط فقط سيحدث هنا بعض التشبه في الشكل لذلك يجب أن تحرك الخط في اللوكاس كاملا كما تضيفه نفترض أني خرجت من هذا الوضع وأريد من هذا التحديد وأنشأت العديد من الأشياء الأخرى ولا يمكن أن يتراجع تضغط على Alt هناك كيبورد وتضغط على هذا الخط فيحدد لك جميع من يتكون منه هذا اللوكاس وتحركه إلى الأسفل حتى يصل إلى المكان الذي تريد منه استخراج الوجه هل هذا مناسب؟ أظن أنه مناسب أريد استخراج هذا الوجه لا يمكن أن يستخرجه بوضع الخطوط أستخرجه بوضع الأوجه أضغط على A من الكيبورد أظن أنه كبير بعض الشيء لا مشكلة سأقوم بتصغير هذا الحسنا أظن أنه جنيل هكذا أريد استخراج أظن أنه لا يأتي حالا طويل أقوم بترتاحه قليلا حسنا حسنا نعود إلى الوضع العادي ليات سأقوم بإنشاء أرسل كرسي أضيف ربما مكثب آخر وحركه أذهب إلى وضع النمجة أقوم بتعديله حتى يتحول أو أعدله هنا في ليات أصغيره S قم بتعديله حتى يتحول أعلى X ثم أصغر S على Y أصغرها قليلا على X هو جميل هكذا ثم بوضعه في مكان الرجل الكوزي تحتاج الان الى شيء اسمه تحتاج الى الكرسي متطابقة المكان والحجم سنتحدث عن موديفاير في الدرس القادم في الدرس القادم يعني بالتفصيل اسمها أصدق رجل الرجلين وضعتهم في ظهر الكرسي كما ترون هذا هو الكرسي أمامكم يمكنكم صرعوه بسهولة سأقوم بعض الأشياء لم تتعلموها بعد لهذا اكتفوا بالمعوضات سأريكم كيف يمكن أن يصبح بالموديفير سأقوم بالموديفير سأقوم بالموديفير سأريكم فقط ما هو المستوى الذي يمكن أن تصل إليه في مجال 3D لذلك كل هذه الأشياء ستتعلمونها إن شاء الله سأقوم بالموديفير سأقوم بالموديفير السنوات سأقوم بالموديفير بقيت الأشياء ستتعلمونها سأقوم بالموديفير عليك المشاهدين شكرا شكرا شكرا